السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا بقناتكم احلى مواقف شطرنج معكم اياد ردوان من فضلك اذا كنت غير مشترك بالقناة فاضغط زر الاشتراك الان لحتى تدعمنا واشترك بقناتنا التانية اللي هم نحاول نعملها باللغة الانجليزية على سبيل التجربة اه فرح نشوف هاد اللغز اليوم لغز جميل جدا ولغز عبقري الابيض يلعب ويتعادل الابيض عنده مهمة صعبة جدا لانه اللاعب الاسود عنده جنديين على وشك الطرقية متما شايف الجندي دي والجندي اي فلزاك كيف رح يستطيع اللاعب الابيض انه يوقف هدول البيضقين ويمنعون عن الطرقية او على الاقل يحصل على موقف متعادل هاي هي مهمتك وقف فيديو وحاول تلاقي الجواب مع العلم انه الحل صعب جدا فخلينا الان نشوف الحل بدون مقدمات طويلة طبعا النقلة الاولى هون هي لح تكون النايت على البي سيكس وطالب البيضق اي طبعا هون اللاعب الاسود اجباري بده يتقدم بالبيضق اي على ال اي ثري ليش لانه ازا قرر انه يتقدم بالبيضق دي مسلا فرح يكون عنا البيشوب على ال ايتش سيكس كيش وين ما راح الملك راح ياخد الفيل والان البيضق اي ثري فرح يكون الفيل عنده الوقت الكافي لا يروح ويراقب خانة الطرقية ورح يصير وضع تعادل فمستحيل يترقى اللاعب الاسود بهذا الموقف فلذلك هون اللاعب الاسود بعد نقلة الحصان راح يتقدم بالبيضق اي ثري فهون راح ياخد البيضق والفكرة هون انه البيضق دي تو صار على وشك الطرقية وكيف راح توقفه فهون ما راح نحكي كتير راح نعطيكم النقلة القادمة واللي هي النايت على الدي فايف والمفاجأة انه هون اللاعب الابيض راح يسمح لللاعب الاسود بطرقية الوزير والان خلينا نعتبر هذا لغز جديد وقف الفيديو وحاول تلاقي كيف راح يستطيع اللاعب الابيض بعد ما صار اللاعب الاسود عنده وزير انه يحصل على التعادل هذا لغز بحد ذاته صعب حتى يكون بدك تكون حاسبه من اول اللغز حتى تكون حالة للغز الاساسي اللي هو هاد فإذا وقف الفيديو الآن خلينا نشوف الحل طبعا هون الحل النقلة بيشوب اي سيفين كيش طبعا مثل ما نك شايف النقلة بيشوب اي سيفين عطيت الملك ثلاث خيارات فقط والباقي الخنات كلها مراقبة فهون اللاعب الاسود عمليا عنده خيار واحد لانه اذا بيجي الملك على الخيار الاول راح يكون في عنا شوكي ورح يروح الوزير وايضا اذا بيجي على الخيار التاني ايضا راح يكون في عنا شوكي ورح يروح الوزير فإذا عمليا الخيار الوحيد المتاح عند اللاعب الاسود هو الـ H5 فرح يروح الملك على الـ H5 والآن نقلة جميلة كيش بالحصان من الـ F6 طبعا شوف اللاعب الاسود عنده خيارين العمليا هنا خيار واحد لانه اذا رجع على مكانه وعلى الخيار الاول رح يرجع الاحصان على مكانه ورح يصير عنا نفس الوضع السابق مثل ما شايف يعني اللاعب الاسود عنده ثلاث خيارات اللي شفناهن سابقا فإذا رح يروح على الخيار الاخير ورح يرجع الاحصان ويتكرر وضع ثلاث مرات فلذلك اللاعب الاسود عنده خيار واحد عمليا واللي هو الـ H4 فهون كيف رح يلعب اللاعب الاسود الحقيقة هون رح يعطي كيش جميلة جدا وأيضا مثل ما نكشايف يعني اللاعب الاسود عنده ثلاث خيارات وإذا بروح على الخيار الاول شو رح يصير رح يكون في عنا شوكي بالاحصان كيش ومثل ما شايف يعني راح الوزير وأيضا الخيار الثاني هون أيضا رح يكون في عنا شوكي على الوزير ومثل ما نكشايف يعني صار وضع تعادل فإذا الملك إجباري رح يرجع لمكانه ورح يرجع لحصاننا مكانه ويعطي كيش وهيك رح يصير في عنا كيش بالكيش مستمر ورح يكون تعادل وطبعا إذا رجع أيضا رح يكون في عنا تكرار للوضع مثل ما شايفين فإذا هذا هو الموقف إن شاء الله يكون أعجبكم شكرا للمتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاشتراك بالقناة الثاني بتلاقوا رابطة بالوصف نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله